اهلا بكم طلابنا يعني ايه ايا كانت المادة المادة ليها خاصية حلوة جدا اللي هي بتتمدد بالحرارة وبتنكمش بالبرودة عشان كده اولا لما حطينا الازازة في المية السخنة الهوى بدأ يتمدد وبدأ ان هو ينفخ البلونة ولما حطناها في المية السقعة بدأ ان هو ينكمش وبدأت البلونة الهوى يقل منها وبدأت ان هي تنكمش ودي كانت اول تجربة معنا تاني تجربة معنا كانت تجربة البتادين اكم معنا بتادين وحطي ناف كوباية وبدأ لونه يختفي لونه يختفي ليه عشان دي كان فيها كلور وزي ما احنا عارفين الكلور لو جيها على اي لون بيشيله عشان كده لو جيها عليه البتادين شال اللون بتاعه ونخلي بالنا لو هنعمل التجربة دي تاني مجيش على هدومنا عشان ما تبوزهاش واخر تجربة معنا كانت خدعة كان فيه ورقة وكانت طايرة في الازازة واول لما فتحنا الغطة الورقة وقعت طب ليه دوت برضو التجربة من زاوية تانية وتصوير تاني زي ما احنا شايفين الغطة كان مستخبي فيه مغناطيس وكانت الورقة موجود فيها حتة حديد يلا نفذوا الخدعة دي مع صحابكم وشوفوا هيعرفوها ولا لأ ومستنينكم تشاركوا معنا اي تجارب واي خدعة تانية عشان نستفاد منها كلنا ونعرف تفسيرها ونعرف الخدعة دي اتعملت ازاي عشان محدش يضحك علينا بعد كده ويقول لنا انا ساحر وانا بعمل خدعة سحرية اشتركوا في القناة